اشتركوا في القناة تحدث فيها عن اهم النقاط التي تسبق مواجهة المنتخب الصومالي ضمن الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم 2026 مؤكدا على اهمية تحقيق النقاط الثلاث لضمان بداية مثالية في تصفيات المونديال الناخب الوطني جمال بالماضي تطرق الى طابع المباراة الاولى واهمية حسن التعامل معها مشددا على ضرورة احترام المنافس وهدف الندوة الصحفية التي حضرتها عن تلفزيون الجزائري سهيلة معوش اشتركوا في القناة وشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وشتركوا في القناة كل ذلك ذلك سيطرت وظيف الملوقف وشرح ومرحبهم ثم يرافز ونف赛 لتعلق لبنزموت لنبدأ rendered كثيرا من أكثر من المنزين ونقرر لي المعرفزهم لن نتخلق على معروف منا الناخب الوطني أكد بأنه سيقوم بتدوير التشكيل في مباراة الصومال وأنه سيأخذ المواجهة بشكل هام دون النظر إلى مستوى المنافس الصومالي نعرف الإفتار لقياسة هذه الخيامية وإضافة استقامات المنافس الشيح مفتتوح الوطني الج Assamان المترجمين الشيح المنافس العقيد كان كثيراً لدينا جزء من المشاهدة لكننا قد نعطي إليها من أجلها أجل ونحن مرحباً لجميع الأجل يكون الإجابة في هذا المعامل هذا يفعل ذلك وليس لدينا كل شيء وليس لدينا محقق على التفاقب على التفاقب المتطوقة ، سيكون الأمر من الفترة الأمر ، لديهمستخفر في الأشياء ، ولكن هناك فقط فعليه ، يجب علينا مسئلع ، يجب علينا القرار ، ثم يجب عليها ديارة ، فقط أنهم يشعر بالضبع ، أنهم أعلى سهل ، أنهم ، تؤخي ، سوف يجب عليها ، هي للحظمة. لكي اتم في يحكي اخلاله ولكن الآن في نهاية الآن نظرنا هل أننا سوفت إخفره نظرنا ذلك عن افضل كل جديد في أن نظره لنقبض في أجابة وإنما نظرنا أننا صورة سوف تطلق في نهاية أيضا في ذلك ربما فيع مجلس في كل مدة من جهته قائد المنتخب الوطني رياض محرز تحدث عن أهمية تحقيق انطلاقة قوية في تصفية المونديال مشيرا إلى مستواه التصعدي خاصة في المباراة الأخيرة والذي سيسمح له بتقديم الإضافة للمنتخب الوطني في المباراة الإفريقية المترجم جديًا للمنتخب الوطني للغاية سيكون في المقاطي اهجته للمتلك في رائعات التصفية الأخيرة في م literات التي يتوقع بممتلك في المنزل الأجماء وهذلك لحاند ذلك من دوره عاد الناخب الوطني جمال بالماضي للحديث عن القائد محرز أحقيته في التتويج بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية نظرا للألقاب التي حققها رفقة المانسيتي نظرا للألقاب التي حققها رفقة المانسيتي لبعض لعب المنتقب الوطني على أهمية المباراة الأولى مشيرين في الوقت ذاته إلى وجوب التحل بالتركيز وعدم استصغار المنافس وهدف المنطقة المختارة التي سبقت انطلاق الحصة التدريبية والتي جرت أول أمس بالمركز التقني السيدي موسى نتابع إذن الانطباعات في ميكروفون صوفيا المهني مثل جميع اللاعبين سنحاول مع الكثير من الإصرار أن نكون في المستوى للفوز باللقاء المقبل لإسعاد المناصرين هناك لاعبون بمستوى كبير ولأجل هذا الناخب الوطني استدعاهم لتقديم الإضافة ونتمنى أن نجد معالمنا لتقديم عرض جيد للأنصار وحصد النقاط الثلاث مباراة كما قلت مهمة أول مباراة في المجموعة تسوية كأس عالم حاجة ماشي سهلة تلعب بكل قوة تلك بشرة تربح المباراة تحاول كما نقوله احنا تصلح الأخطاء اللي فاتوا هذه المباراة تحاول تصلحهم وتفادي الأخطاء وتحاول الأداء يتصلح إن شاء الله وكما قلت لك هاي مقابلتين مكاش مباراة سهلة في الأفريق احنا ندخلو نربحو نلعبو فرحو جماعة وعندنا مباراة في موزنبيق ثاني صعبة نحضر بيهم كما قلت كأس عفريقية إن شاء الله نحضر ككل المباريات لأن هذا اللقاء مهم جدا للفوز به والانطلاقة الجيدة في سباق المونديال التأهل لكأس العالم مختلف ومثلي مثل جميع اللاعبين نركز على هذين اللقاءين بعيدا عن كأس إفريقيا التي تأتي فيما بعد مباراة المنتخب الصومالي ستكون أولى محطات تصفيات المونديال وعليه تحقيق بداية مثالية سيعبد طريق المنتخب الوطني في قادم المباريات إسماعي الميلودي رحلة بلوغ مونديالي الفين وستة وعشرين يستهلها المنتخب الوطني بمواجهة تاريخية منتخب الصومال الذي لم يلتقيه الخضر من قبل ستكون بوابة دخوله السباق مباراة يعود فيها محارب والصحراء إلى ملعب نيلس المنضيلا لتكون لهم أفضلية الأرضية والجمهور وبتواب لا تجعل كتيبة بالماضي مرشحة على الورق لتحقيق فوز معنوي وكبير أمام خصم يفتقد للخبرة اللازمة ورغم ذلك يبقى الحذر والاستعداد الجيد أمرين واجبين لتجنب أي مفاجأة في هذا اللقاء خاصة أن المنتخب ستكون له رحلة ماراتونية بعد الصومال بالتنقل إلى مابوتو لمواجهة المزنبيق في الجولة الثانية من التصريات تدوم 12 ساعة تقريبا رحلة يريدها بالماضي أن تكون بمعنويات مرتفعة والفوز على الصومال بأكبر نتيجة ممكنة والبحث في نفس الوقت عن أفضل الحلول بتجهيز تشكيلتين لتفادي التأثير السلبي على مردود رفقاء محرز في مواجهة المزنبيق يوم التاسع عشر من الشهر الجاري مبارتان سيختتم بهم المنتخب الوطني سنة 2023 ويهدف الخضر إنهاءها بدون أي هزيمة بعد فوزه في ثمان مباريات سابقة على التوالي دائما في كرة القدم وضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره اللبناني غدا بمدينة الشارقة الإماراتية على ملعب خالد بن محمد وكانت المباراة الافتتاحية للمنتخب الفلسطيني مقررا إجراؤها ببيروت قبل أن يغير مكانها بسبب استمرار القصف الصهيوني على قطاع غزة وسبقوا أن أعلنت الجزائر استعدادها لاحتضان مباريات منتخب الفدائيين قبل أن يرفض من قبل الاتحاد الإساسيوي لكرة القدم في أخبار الكرة المحلية كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي تواريخ الجولة السابعة من البطولة المحترفة المقرر إجراؤها يوم الجمعة والسبت في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الحالي نبقى دائما مع أخبار الرابطة المحترفة وتسوية لرزنامة الجولة الثالثة حقق وفاق سطيف فوزا هما على ضيفه اتحاد الجزائر في قمة احتضانها ملعب الثميني ماي بيسطيف أشبال المدرب دوما تمكنوا من الفوز على الاتحاد بثنائية لهدف ليرفع الوفاق رسده إلى تسع نقاط في المركز الخامس من الوصول إلى الكرة وبالتالي تهتز شباك الاتحاد في دقيقة 16 حمر أرصر رمي التمس نقلع نقلع يالو بالخطأ في مرمى الوفاق المتابعة والخطأ فادح من دفاع الوفاق في مرمى الحارس سعيد زكريا بطريقة غير منتظرة هنا تحتير مبتز هنا وسلام أول أهدافه وتانية تهتف المباراة يتبكن الوفاق من الوصول إلى الشباك بكرة ملعوبة كما ينبغي أنت ومن كرة القدم إلى كرة اليد حيث يتعرف بعد قليل المنتخب الوطني الجزائري أكب الرجال على منافسه في طبعة السادسة والعشرين من البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد الفين وأربعة وعشرين وبطولة العالم الفين وخمسة وعشرين المقررة بمصر من التاسع عشر إلى التاسع والعشرين جنفي الفين وأربعة وعشرين عملية السحب القرعة ستكون بالعاصمة المصرية القاهرة والتي ستعرف مشاركة ستة عشر منتخبا ختاما وفي ظرف وجيز استطاعت أكاديمية ترجي أم البواقي أن تفرض نفسها في استقطاب العشرات من المواهب الناشئة في كرة القدم ليصل العدد الإجمالي إلى مائة وخمسون برعما عبد الملك زنيدية زار الأكاديمية وأعد الورقة التالية مائة وخمسون برع من ناشئ اختاروا أكاديمية ترجي أم البواقي لكرة القدم من أجل التكوين عدد قياسي للأكاديمية التي تأسست منذ سنتين فقط اخترت كرة القدمي لأنني أريد أن أخرج إلى مكان مثل كريستيانو لعب المفضل هو ميس لعب المفضل هو نايمار حب نقول لي حارس كبير كما دون روما اسمي الهيلال عدنان من سوريا عمري 14 عام خيرت الأكاديمية هذه بسكو مليحة فيها لموايا هذه الفكرة جات من قدماء اللاعبين اللي كان عندنا نقص بزاف هنا في الجمعيات في أمبواقي لذا قررنا أنه نديروا هذه الجمعية لتكوين اللاعبين لنقدروا نمدوهم الفرق كما مثلا نادي اتحاد شوية أو فرق أخرى عمل قاعدي كبير يقوم به المؤطرون يرعي سن الفئة العمورية لكل برع من خلال التعلم وتثبيت المهارة وتطويرها أنه الطفل يجيك في المرحلة هذه من جميع النواحي لازم تربيه لازم تنظم له وقته ونعطله صلاحه مش غير في المجال تعكورة القدم من 8 سنوات إلى 12 سنة تحاول تعطيه الكرة يتأقلم بالكرة ويشتيله ميتة تاعه اللي هو حارس مرمى لو كانت تبقى تعطيه حاجة أكثر منه راح يكره بإمكانات قليلة وطموحات كبيرة تسعى الأكاديمية لأن تكون قطبا رياضيا في مجال التكوين واستقطاب المزيد من البراعم في المواسم القادمة مشاهدين الكرام بالمواهب الشابة نختم نشرتنا الرياضية ابقوا أوفياء لبرامج تلفزيون الجزائري والسلام عليكم اشتركوا في القناة